السلام عليكم. انا شايماء امين. هعمل معكم ان شاء الله النهاردة كم فكرة كده للانش بوكس. هتفكوا ان شاء الله. انا هجيب لهم برجر اللي احنا عملنا مع بعض. هعملوا في الطاصة كده بشوية مية يستوي فيهم الاول بفك التلجي بتاعه. وبعدين انزل عليه بنقطتين زيت. علشان انا لو نزلت بزيت من الاول هتحرق معي ومش هيكون يستوي من جوة كويس. طبعا مش هقلبه غير لما يشرب المية بتاعته كده ويلون. هنا خلص وهشرب المية واستوي معي ازاي? هبدأ انزل بنقطتين زيت كده بس ياخد لون بسيط معي وانا مش هايز احراء وقوي. خلاص هو كده جايز معي. عندي الكايزر بتاع البرجر برضو احنا عاملينه مع بعض هنا في القناة. اللي هو سهل الفتح. هبدأ حط بقى قدشة او مايونيز حسب الرقبة او حسب المتاح عندك. اه حط البرجر عليه طماطم بصل اه ممكن خاص الكابوتشة لو موجود. اه ممكن خيار او فلفل شرعي خيار او فلفل. كده خلاص سندوتش جايز معي. عامل بحيت كمان. طبعا سندوتشات البرجر دي احنا عايفين انها بتبقى غالية. بس طبعا مش بتبقى بالنظافة اللي احنا عاملينها دي. واحنا اتفقنا ان احنا كل حاجة نعملها مع بعض في البيت. مش اي حاجة صعبة. انا عندي هنا بدء امليت هقطعه باي غطى غطى برطمان اي حاجة عندك مدورة. علشان يبقى قد البرجر. تمام? حط بصل طماطم خيار او جزر. بتشوفي الطفل عندك بيحب ايه? وبتحط يقوله عشان ياكل السندوتش. ما تحطيش حاجة اللي الطفل هو مش بيحبها لان هتلاقي رجع بها تاني. بس تحاولي تنوعي له كده في الهاجات المتاحة اللي هو بيحبها. ده لانشون برضو احنا عاملهم مع بعض لانشون سادة. آآ ممكن تجيب الجبنة كده اي جبنة عندك بمعلاقة زعتر او اي توابل عندك. ونقطتين زيت وتهرسيهم مع بعض. وتفرديهم في الكايزر وتحط عليهم برضو لانشون او جبنة رومي او جبنة شيدر المتاحة عندك او بيد. كده جده الطفل بيحب التنوع كل يوم فانت هتنوعي له كده كل يوم. طبعا الفكهة والخدار مهمين. آآ لازم تحط لهم وتعاوديهم لما ياخدوا معاهم خيار او جزر كل يوم او خاصة كبوتشا. آآ اي خدار هم بيحبوه حط لهم منه. آآ حط لهم برضو فكهة لو متاحة عندك. لو ما فيش فكهة ممكن تتبديل الفكهة بالطمر المجفف او بالزبيب. آآ فهيدتهم عالية جدا وصهرتهم حرارية كويسة جدا. آآ يا فكهة يا طمر وزبيب. ما ينفعش حط اللي اتنين. علشان آآ السكريات لما بتبقى عالية قوي بتبقى غلط على الطفل. هنا هلف السندويتشات عندي بالبلاستيك ولما فيش بلاستيك ممكن الكياس تلاجي عادي. على اساس السندويتش يبقى مسوك مع بعض وكده لما الطفل يجي ياكلوا. فيش اي حاجة صعبة يا جماعة كل حاجة ممكن نعملها في البيت لولدنا. ونضافة وجودة وضمنين احنا حطين فيها ايه? هنتعب شوية آآ بس هنلاقي النتيجة كويسة. هبدأ اجيب بقى اللانشبوكسات بتاعتي. هما كده خلاص جهزين عندي السندويتشات. ممكن تقسيمي السندويتش بالنص لو حبه نصين كده وتلفه كل نص لوحده. آآ هتحط السندويتش بتاعك. هتحط بقى بيضايا مسلوقة ممكن. لو السندويتش مفوش بيض مقلي. هنحط بيضا مسلوقة. هنحط كم شريحة الجذر. الفشار اساسي. الفشار مهم ومغزي جدا. وبيحاول شوية بشوية يمنعهم ان هم هيكلوا الشيبس والحاجات دي. افياة طبعا من الشيبسي. ممكن مسلس جبنة نستو. آآ ممكن ذات وناية آآ يعني ممكن حاجات كتير ممكن تشيلي حاجة وتحط حاجة بدلها. المية طبعا مهمة. متأكد عليهم يشربوا المية بتاعتهم كل يوم. آآ يعني عمي بحط تاني مع بعض. هحط هنا فاكهة. واحنا اتفقنا ممكن نستبدل الفاكهة بالطمر او بالزبيب. مفيد جدا. ممكن خيار او جزر براحتك. الفشار اساسي قلنا. وبلاش يا جماعة الفنكوش عشان مضرق جدا. ممكن واحدة كاب كيك برضو انت اللي عاملها في البيت. آآ ممكن زات وناية. والمية بتاعتنا. وممكن تعملهم عصير. في زي الصغيرة وتديها لهم عصير طبيعي في البيت. ممكن لو عندك آآ علبة وبرطمون صغير كده بلاستيك محكم لغاق. تعاملهم فيه شوفان باللبن. الشوفان مغزي جدا او امح باللبن. واحنا عملنا الامح البلينة مع بعض برضو. آآ في افكار كتير انت انت بقى عليك انت تنوعي. هنا انا شلت الفكهة وحطيت زبيب. وان شاء الله تستفيدوا وجربوا لولاككو وتقولوا لي بقى اي تعليقات او استفسارات. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. وتنسوش اللايك والشير والاشتراك. وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.